دي مفاجأة لحضرتك والوزير التموين والمصطفى مدبولي والعبد الفتاح السيسي اللي طالعين يمنوا على الشعب المصري ويقولوا علشان تلاقوا تكلوا خمسة في المية من الضرائب اللي بيدفعها الشعب المصري تكفي لسداد تكلفة دعم الخبز تماماً في مصر لمدة سنة خمسة في المية من الضرائب اللي بيدفعها السيد المواطن المصري يعني الخمسة في المية دول بس يكفوا ويفيدوا لسداد تكلفة دعم الخبز بالأرقام عشان ما يطلعوش السريحة يقولك هات الأرقام تعالى قدام حضرتك اتنين تريليون جنيه ضرائب بيدفعها المصريين دفعوها ولازال في السنة دي حيلموا منهم خمسة حوالي اتنين تريليون جنيه عشرين اربعة عشرين عشرين خمسة عشرين تمانية وتسعين مليار جنيه هو اجمالي دعم الخبز العام المالي اللي جاي ده بيساوي كام بيساوي خمسة في المية من حصيلة الدرائب وده كافي جدا لسداد دعم الخبز اربعتاشر ونص مليار اربعتاشر ونص مليار جنيه زي ما مكتوب قدامك ده هتوفرهم الحكومة من رفع سعر الخبز المدعم وده نسبته سبعة من عشرة في المية ده نسبة المبلغ المتوفر من تخفيض دعم الخبز من اجمالي الدرائب يا رأي حضرتك خمسة في المية من اللي الحكومة بتاخدهم من جيبك يا ايها المواطن المحترم يكفو دعم الخبز اذا هل حييجي السيد المملوك يقولك بما اننا حنشيل الدعم عنك في الخبز فحنخفف عنك الدرائب ابدا هتحدى حيزود عليك الدرائب وحيفضل ياخد منك درائب مش عشان يعملك انت مشروعات علشان يسدد الديون اللي خدها عشان يبني مجدو الشخصي وفي الاخر كله بحجة الوطن والوطنية قالها ببجاحة هو انا ببني عشاني ده عشان مصر مصر بريئة بيه مصر عندها اصول رئاسية من قبل ما تشوف خلقتك ولا خلقة العساكر مصر تقدر تكتفي باللي عندها بس انتم نفسكم شحيحة لازم يروح يجيب طيارات من فرنسا علشان عنده عنده كم دلوقتي كم طيارة تلاتين طيارة ولا ولا كم حنشوف دلوقتي كم طيارة عنده في القسطول الرئاسي بتعمل ولا ياريت هو يقول لنا عنده كم طيارة بما فيهم زموردة السماء والمش عارف ايه اللي بستمائة مليون دولار اكتر من نص مليار دولار ويجي يقولك هشيل الدعم عنك بينما انت بتدفع درائب ومحدش ليه حاجة عنه اشتركوا في القناة